إلى لقاء العمالقة لقاء التاريخ الأهل نادي القرن الاتحاد سيد البلد وعلاقة باش مهندس لها تاريخ كبير جدا تعرضت في الأيام الأخيرة بنفس المنطق اللي حضرتك يمكن اتكلمت عليه مع محمد عبد الله مشجع الألطرس الأهلاوي لما اتكلم على المصري وقلت له علاقة الأهل مع المصري في السنين الأخيرة طيبة جدا لكن تجد من يعبث فيها علاقة الأهل مع الاتحاد السكندري علاقة فيها شديدة الخصوصية والتميز عبر التاريخ أنا بعد ما علق على هذا الأمر أتمنى نحن كنا نادينا أن يحدث تحقيق والأهل في بيانه طالب أن يحدث تحقيق في الأعداد لأن غالبا الأصابع ستقودك لنفس الأشخاص الذين يحركون الأمر هنا وهناك إيه المناسبة في تدريب الأمس بين بتاع التحادس السكندري أن جمهور التحادس السكندري في خروج غير مصبوك وغير متعود مألوف من جماهير التحادس السكندري التي تكون الحب للنادي الأهلي ويبدلها حبا بحب الأهل وجماهيره والأهل وجماهيره أشد الناس قلقا على ناديي المصري والتحادس السكندري بل أن الاتحادس السكندري هناك علاقة تاريخية موثقة بين النادي الأهلي والاتحادس السكندري حذكر لك أن النادي الأهلي تأسس 1907 وتأسس الاتحادس السكندري 1914 الأستاذ محمد جهين أحد مؤسسي نادي الاتحادس السكندري كان عضوا بالنادي الأهلي ويمكن المخرج عمل لنا مفجأة جاب لنا إيصال اشتراكه ده إيصال سداد اشتراك السيد محمد جهين أحد مؤسس النادي الاتحاد في عضوية النادي الأهلي 120 إرش حاجة جميلة جدا بقت 120 ألف جنيه دلوقت شوف جزور التاريخ وصلا فيه لكن اللي يعنيني في الأمر ده كان عضو في الأهلي قبل تأسس الاتحاد لما راح بقى الاتحاد أسس لحاجة مهمة جدا أن كل الأحداث الهامة بين الأهلي والاتحاد كانوا شركاء في الافتتاح الأهلي والاتحاد يعني عندما قرر النادي الاتحاد بعد أن أصبح السيد محمد جهين رئيسا لنادي الاتحاد سكندري بعدها افتتاح ملعب التنس لنادي الاتحاد كان حريصا أن يدعو جعفر والي باشا رئيس النادي الأهلي إلى أن يكون شريك هذا الافتتاح ومن بعدها تأسس تأسس دول في الصورة التاريخية تجمعهم دول الصورة التاريخية الحقيقة يعني صورة تكفي وت يعني تغني لا الهام من كي هذا أنه قد تأسس لتقليد رائع جدا 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 استمر سنوات طويلة وحتى أنا مش عارف يمكن تلاحو المواسم هو اللي قضى على هذا التقليد كان الموسم الرسمي دائما يبدأ بمباراة قبلها مباراة ودية أصبح من التقوص أن يلعب الأهل والاتحاد سكندري مباراة ودية بينهم وبين بعض ومن هنا جاءت اللحمة والالتحاد بين جماهير الاتحاد والطبيعة الشعبية وجدانيا مع جماهير الأهل والمسؤولين هنا وهناك وكنا نعتبر الاتحاد يعني فرعانا الآخر وهم يعتبرون فرعاهم الآخر سواء بالقاهرة والأسكندرية علاقة حميمية جدا ولكن أن يأتي اليوم من يطمس التاريخ ويعبث في العلاقات بنقول للجمهورين سواء في الأهل أو أخوانا في الاتحاد سكندري ارجعوا للتاريخ في قدركم أنتم تحبون الأهل وفي قدرنا نحن نحب الاتحاد سكندري ولا ينبغي أن نسمع لأحد أن يعبت بهذا مباراة الغد أتمنى أتمنى الخميس إن شاء الله الخميس القادم يعني أتمنى من الألترس هنا وهناك أن يتذكروا حقائق التاريخ وأنهم يعملوا مبادرات طيبة طليق بحجم الجمهورين وطليق بتاريخ الناديين وطليق بعبقرية الألترس طيب إذا كان بين تاريخ الأهل والاتحاد هذا التلاقي وهذا التناغم الكبير جدا والتاريخي أعتقد الحاضر كمان يا باشواندس فيه تعاون شديد بين صفوف نادي الاتحاد الآن من نادي الأهلي لا يتأخر نادي الأهلي في أي لحظة بكل ما يستطيعوا أنه الأسبقية دائما للأندي الشعبية يعني لما تلقى الأهلي عروض كثيرة لهالي العجيزي فضل الاتحاد لا يعني مش بس كده حتى إحنا الصفقة صفقة جد للناس عمالة تتكلم وتقول مش عارف إيه في الوقت الذي كان يسعي النادي المنافس أنه يأخذ خدمات جد ومجانا ووصل الأمر إلى أنه تقدم بالشكاوة ويدخل فيه مشحنات وندخل فيه أمور اتضح وصلت فيها كان الآن يقدم سبعة ونص مليون جنيه زائد تلت لعيبة اثنين معارين واحد نهائي عطيها البلقاسي هاني العجيزي ساهم بقدر كبير مع الاتحاد السنادي وكان أحمد علي أحد الأوراق الربيحة إلى أن كسرت قدمه وأبعد عن معظم الموسم ربنا يرجعه بالسلامة وكان الأهل محتاج بالتحديد لمركز الظاهير اللي أمن ما كانش فيه غير كابتن أحمد فاتحي ولما قلنا للسيد محمد مصلح هذا الكلام قال أتمنى أقفوا جنبنا احنا محتاجين كابتن أحمد فاتحي أحمد علي أحمد علي وفقنا على هذا الكلام فلابد أن الناس تشوف حقيقة العلاقة وما نشوفش بقى كلمة كده وكلمة كده الناس عايزة توصلنا لإيه لأن على فكرة ما يحدث في دنيا الرياضة ما يحدث في ساحات الرياضة وكرة القدم وفي المدرجات وعبر وسائل الإعلام لا يختلف كثيرا عن تلك الفتن التي تدور روحاها بين طبقات وفئات الشعب المصري والقصد ضرب استقرار سواء من خلال مدرجات مشحونة وجماهير مشحونة أو شارع يغلي هذه مسألة لابد أن نتصدى لها جميعا ونطالب بالتحقيق هنا وهناك حتكتشفوا مفجآت وحتلقوا أسماء يعني أعتقد ما أصبحوا عارفين أعتقد أن وضحت الحقيقة في حقيقة علاقة الأهل والاتحاد التاريخية والجماهيرية وحتى الحاضر والمستقبل يبقى الدور الكبير جدا على جماهير الناديين يوم الخميس اللي جاي أرجوك مش نقص أبدا السكوت على أي محاولات فتن أو شعاعات أو كلام فارغ لأنه دا المطلوب دا المطلوب أن يجي لجمهور مشحون يقابل جمهور مشحون لا يا ولد الأهل والاتحاد أشقاء بمعنى الكلمة وأعتقد علاقة أكبر وأقوى وأنظف من أن يعبث بها العابسون نشوف حضراتكم